عبر وزير العدل الفلسطينية محمد الشلالدة عن تقديره لموقف مصر وتجاه رئيس السيسي في دعم حقوق الشعب الفلسطينية قائلا إن مصر لم ولن تقبل التهجير القصري للفلسطينيين أضاف وزير العدل الفلسطيني أن مصر تدافع عن القضية الفلسطينية منذ عام 1948 مشددا على أن ما يحدث في قطاع غزة من جرائم إبادة جماعية هو تهديد الأمن القومي العربي والأمن العالمي كما طلب وزير العدل الفلسطيني لاحتلال الإسرائيلي باحترام مبادئ القانون الدولي محملا إياه المسئولية الجنائية والقانونية وما تسبب فيه من خراب ودمار وأعمال قتل متواصل بحق الشعب الفلسطيني